بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوة الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء من لقاءة برنامج فتاو ومرحبين بضيفنا الكريم علي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاح السلام عليكم يا شيخ سعد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أرحب بك وأرحب بي المشاهدين الكرام وأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لخيري الدنيا والآخرة بارك الله فيكم وأثابكم الله أذكركم أيها الأخوة بجوال البرنامج للتواصل عبر الويتساب وعبر الرسائل النصية فقط صفر خمسة صفر واحد سبع ثمانية خمسة خمسة ثلاثة ستة بداية بارك الله فيكم وصلنا هذا السؤال من أحد الأخوة الذي يستفسر عن قول الله عز وجل أن تقول نفسني حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخر ما المقصود بجنب الله وهل هي صفة من صفات الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد أمر الله جل وعلا المؤمنين بأن يقدموا على الأعمال الصالحة في حياتهم ليكون ذلك من أسباب سلامتهم من دخول نار جهنم ومن أسباب دخولهم للجنان وأمر الله جل وعلا المؤمنين بذلك لأن لا يحصل عليهم ندم وتأسف عند لقائهم لرب العزة والجلال بحيث تقول نفسي حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت من الساخرين وهذه الآية عند أهل العلم ليست من آيات الصفات فليس هذا من أوصاف الله جل وعلا المراد بالجنب هنا ما يتعلق وما يكون بين الإنسان وبين ربه اتجاه الله جل وعلا ومن ثم فهذه الآية ليست من آيات الصفات نعم أحسن الله ليكم سائل آخر يقول ما حكم تعليق صور القرآن في البيت أو السيارة طلبا للبركة أنزل الله جل وعلا كتابه العظيم القرآن الكريم ليكون هداية للناس ونبراسا يسيرون عليه في حياتهم كما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وكما قال سبحانه كتابنا أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقد جاءت نصوص كثيرة تبين فضل هذا الكتاب بعضا مكانته ووجوب اتباعه قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون ومن هنا فالواجب في هذا الكتاب أن يكون منطلق عمل نعبد به رب العزة والجلال ولكن إذا كان هناك تعليق للآيات فمثل هذا هل يكون من الأمور الجائزة أو لا هذا موطن خلاف ولكن من قام بتعليق هذه الآيات من أجل أن تكون سببا لتذكر الناس كل ما رأوها ليكون ذلك من أسباب سوخ الإيمان عندهم فهذا إن شاء الله أنه لا حرج فيه وإن كان لمجرد الفرجة ولمجرد الزينة فالذي أوصي به يا أخوتي أن ينتهو عن ذلك أحسن الله إليكم أيضا عبر جوال البرنامج وصلنا هذا السؤال ما صفة صلاة العشاء للمسافر خلف إمام يصلي المغرب أمر الله جل وعلا المؤمنين بأداء الصلوات فقال وأقيم الصلاة وجعل الصلاة علامة فارقة بين المؤمن والمنافق والكافر والأصل أن الإنسان يقتدي بإمامه يماثله في صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به ولذا فإن الأظهر عندي أنه لا يصح أن يقتدي مأموم بإمام مع اختلاف النية في نوع الصلاة فلا يصح للإنسان أن يصلي صلاة الفجر خلف إمام يصلي صلاة الظهر لماذا؟ لأن الشارع قد أمر بالمتابعة بينهما فهكذا أيضا فيما يتعلق بصلاة المغرب وصلاة العشاء ولو قدر أن إنسانا لم يصلي صلاة العشاء فجاء إلى الناس أو لو قدر أن شخصا لم يصلي صلاة المغرب فجاء إلى ناس وهم يصلون صلاة العشاء فإننا نقول يدخل معهم بنية العشاء فإذا فرغت فصلي صلاة المغرب والترتيب هنا يسقط لإدراك مقصود شرعي ألا وهو إدراك صورة الصلاة وإدراك الفضيلة المذكورة في خبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم فإن وصيتنا لمن كان كذلك أن يدخل مع الإمام صلاة العشاء بنية صلاة العشاء وإذا فرغ صلى المغرب أحسن الله إليكم عند إقامة صلاة الفرض السائل يقول ما هي الطريقة التي أخرج بها من صلاة النافلة إذا أقيمت صلاة الفرض وهناك من يصلي صلاة النافلة فإنه يقطعها ليصلي مع الناس صلاة الفرض وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت المكتوبة فلا صلاة إلا الفريضة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروضة فدل هذا على أنه يجب متابعة الإمام وترك النافلة التي يبتدأ لإنسان بها فإذا فرغ صلى نافلته أحسن الله إليكم أي شيخ سعاد وبرك الله فيكم هل يجوز إخراج زكاة المال خارج بلد المزكي؟ الأصل في الزكاة أن تكون في البلد الذي أخرج منه فرض الزكاة فإن الزكاة حق متعلق بالمال بالتالي نخرج زكاة كل مال في البلد الذي يكون فيه المال هذا هو الأصل وقد ورد في ذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الزكاة فقال تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإذا كان هناك إمكانية لصرف الزكاة في البلد فهذا هو الأولى وهو الذي يخرج به الإنسان من الخلاف وبالتالي تبرأ ذمته بيقين هل يجوز إعطاء زكاة المال لمن أراد الحج؟ وقتنا الحاضر نعم قد وجد في وقتنا الحاضر قد وجدت جهات تنظيمية فيما يتعلق بإخراج الزكوات والصدقات خارج المملكة ومن ثم من أراد أن يخرج شيئا منها فعليه الاتصال بمركز الملك سلمان من أجل أن ينسق له في هذا الباب نعم 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 هل يجوز إعطاء زكاة المال لمن أراد الحج أو العمرة؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف بين العلماء ففقهاء الحنابلة يجيزون ذلك ويعتبرون الحج مما يدخل في ضمن سهمي في سبيل الله والجمهور يمنعونه ويقولون لا يجوز إعطاء الزكاة للعاجز عن الحج ليحج بهذا المال الزكوي ولعل هذا القول أظهر فإن غير المستطيع لا يجب عليه الحج قد قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فمن لم يكن مستطيعا للسبيل إلى الحج لم يلزمه حج ولم يتعلق بذمته حج ولا يأثم إذا ترك الحج والتالي لا داعي لإعطاءه من مال الزكاة من أجل أن يحج ويعطى يبحث عن المسكين والفقير الذي يكون له حاجة شديدة في مال الزكاة نعم أحسن الله إليكم هل في المال الذي لم يقبض هل فيه زكاة؟ ما ملكه الإنسان ملكا تاما من الأموال تمكن من التصرف فيه وجب الزكاته سواء قبض أو لم يقبض لقوله تعالى خذ صدقة ولقوله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة فدل هذا على إيجاب هذه الزكاة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم فالأصل وجوب الزكاة في الأموال الزكوية ومن ثم على الإنسان أن يخرج الزكاة من ماله وأن لا يتوانى في ذلك حتى ولو لم يقبض خصوصا أن هذا المال الذي ملكه الإنسان ولم يقبضه بعد يتمكن من التصرف فيه ولو كان له غلة لأخذ هذه الغلة وبالتالي فإنه يجب عليه الزكاة أثابكم الله أيها الإخوة نتوقف مع هذا الفاصل وبإذن الله تعالى نعود بعد الفاصل إن شاء الله أهلاً وسهلاً بكم مجدداً أيها الإخوة ونتواصل معكم ومع أسئلتكم التي تصلنا تباعاً عبر جوال البرنامج معالي الشيخ حفظكم الله هذا يسأل ويقول عندي أغنام للبيت وليست للتجارة وأقوم بعلفها وعددها نحو عشرين رأساً تقريباً فهل فيها زكاة؟ زكاة الأغنام لا تجب إلا في إحدى حالتين الحالة الأولى إذا كانت هناك أغنام معدة للبيع فإنه حينئذ يجب على الإنسان على مالكها أن يزكيها وزكاتها تكون بإخراج ربع العشر من القيمة فيسأل عن قيمتها في السوق ثم هذا الرقم المعطى على أنه قيمة لهذه الأغنام يقسم على أربعين فيكون هو الواجب في الزكاة الثاني مما تجب فيه زكاة الأغنام إذا كانت الأغنام سائمة وكانت فوق الأربعين فإنه حينئذ يجب أن تزكى بإخراج شاة عن الأربعين هذه حالات زكاة الأغنام فإذا كان حال السائل في أحد هذين الوصفين وجب عليه أن يزكي وإذا كان في غيرهما فإنه لا تجب زكاته والظاهر أنه لم ينوي بها زكاة أنه لم ينوي بيعها وفي نفس الوقت لم تبلغ النصاب فهي عشرون وبالتالي فإنه لا تجب فيها زكاة خصوصا أنه يعلفها والزكاة لا تجب إلا في غيره المعلوفة في السائمة التي ترعى أحسن الله إليكم وبرك الله فيكم هذا مع الشيخ رسالة يطلب مما عليكم توجيه رسالة لمن يتهاون في شهود صلاة الجماعة صلاة الجماعة فيها فوائد عظيمة فهي تغسل درن الإنسان وما يكون عنده من الذنوب والمعاصي صلاة الجماعة إذا خرج الإنسان إلى صلاة الجماعة فإن كل خطوة يخطوها تكتب له بها حسنة ويمحو الله بها عنه سيئة ثم إذا دخل المسجد فإن انتظاره بصلاة الجماعة يكتب له أجر صلاة الجماعة فإنكم في صلاة من انتظرتم الصلاة وهكذا نجد أن من يصلي مع الجماعة في المساجد عنده من الخشوع ما لا ندركه مع أولئك الذين لا يصلون مع الجماعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وكل ما كان أكثر كان أفضل ومن هنا فإن الإنسان ينبغي به أن يحرص على الصلاة مع الجماعة ليحوز بذلك الأجور العظيمة وقد ورد في الحديث أن من صلى مع جماعة فإنه بعد فراغه من الصلاة تستغفر له الملائكة ما لم يقل من مجلسه ذاك أو يحدث يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه وهكذا صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين مرة قال ضعفا ومرة قال درجة وارتفاع هذه الدرجات يدلك على الفضل الذي يحوزه من يصلي مع الجماعة في المساجد والمساجد شعيرة من شعائر الله والتالي علينا أن نتقرب إلى الله جل وعلا بإظهار هذه الشعائر بحصنا على صلاة الجماعة فيها أحسن الله إليكم واثابكم سؤال الآخر يقول أرى بعض المصلين بعد سلام الإمام من الصلاة المفروضة أراه يقوم بسرعة دون أن يذكر الذكر بعد الصلاة توجيهكم يا شيخ الذكر الذي يكون بعد الصلوات هذا مستحب وليس بواجب ومتى يحق للإنسان أن ينصرف من صلاة الجماعة جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن ينتظروا يسيرا وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الإمام فإذا انصرف فانصرفوا ومن هنا أخذ بعضهم من هذا اللفظ أنه يجب على الإنسان أن لا ينصرف بعد صلاة الجماعة حتى ينصرف الإمام وبعضهم لم يشترط ذلك ولكن القول بأن هذه الأذكار التي تكون بعد الصلاة من الأمور الواجبة المتحتمة هذا قول خاطئ ولم يدل عليه دليل وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بجماعته فلما فرغ من الصلاة قام مسرعا فسئل عن ذلك فقال إني ذكرت تبرا من ذهب أو قال من فضة فأردت أن أخرجه فدل هذا على جواز الإنصراف من الصلاة بعد الفراغ منها ولو كان الإنسان لم يقل بعد أذكار الفراغ من الصلوات رجل نذر أن يصوم كل خميس فلم يصوم يوما من ذلك لعذره فماذا عليه أولا لا ينبغي بالإنسان أن ينذر فإن النذر إنما يستخرج به من البخيل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي لا يحسن بالإنسان أن يتسرع في النذور وأن يعقيدها على نفسه وثانيا إذا نذر الإنسان نذرا وعجز عنه فإنه يجب عليها أن يكفر كفارة يمين أحسن الله ليكم هذا سائل آخر يقول ما حكم من يبيع نوع معين من السمك وهو ما زال في البحر إنما يتفق مع الصياد بالنوعية والكمية ويقبض الثمن على أن يؤمنها بعد أيام هذه المعاملة على نوعين النوع الأول إن كان سمكا معينا أو في ناحية معينة فهذا العقد لا يجوز ولا يصح فإن هذا من العقود التي فيها جهالة ولا يدرى يتمكن من صيدها ولا يدري هل يكون هناك صيد أو لا وبالتالي لا يصح مثل هذا البيع النوع الثاني ألا يحدد له مكانا ولا منطقة غلبيعك عشرة أطنان ولا عشرة كيلو من السمك النوع الفلاني أسلمها لك غدا وبالتالي ينشط لصيد هذه الأسماك ففي هذه الحال إذا كانت صفات السمك منضبطة معروفة الحدود والمعالم فيمكن أن يخرج على عقود السلم التي فيها تقديم للثمن وتأخير لتسليم السلعة المباعة أحسن الله عليكم وآثابكم الله انتقل إلى سائل آخر بارك الله فيكم يقول تأخير الصلاة عددا من الأوقات وكيف تقضى هذه الصلوات الفائتة أعد يقول بارك الله فيكم عليه صلوات فائتة كيف يقضيها أعد السؤال هل يقضيها جميعا أم مع كل صلاة إذا فاتت الإنسان صلوات مفروضة فإنه يبادر إلى أدائها نعم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها لا كفارة لها إلا ذلك بالتالي فعليه أن يبادر بأداء ما نسيه من الصلوات أحسن الله إليكم هذا يسأل يقول رجل أعطي مالا ليدفعه للفقراء كزكاة ولكنه هو أيضا بحاجة لذلك فهل له أن يأخذ من هذا المال أم لا إذا أعطى صاحب المال رجلا زكاة ماله ليقوم بتفرقته فهل هذا الوكيل يجوز له أن يأخذ من ذلك المال يقول لا يجوز له أن يأخذ من ذلك المال إلا بشرطين الشرط الأول أن لا يكون هو الذي طلب أن يقوم بتوزيع الزكاة إنه إذا طلب فحينئذ لا يحق له أن يأخذ من الزكاة والشرط الثاني أن لا يأخذ زيادة عما يأخذه أمثاله من مال الزكاة أن لا يأخذ زيادة عما يأخذه أمثاله في مال الزكاة أحسن الله إليكم وأثابكم الله السؤال الأخير في هذه الحلقة يقول السائل هل يجوز للمصلي أن يخص جبهته وأنفه بطرف غطرته في السجود؟ يجوز للإنسان أن يضع حائلا بين الأرض وبين جبهته وأنفه خصوصا إذا كان هناك سبب من حرارة الجو أو عدم نظافة الفرش أو نحو ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون السجود على العضاء السبعة ومن العضاء السبعة هالركبتان ومن المعلوم أن الركبتين لا يضعهم الإنسان مباشرة على الأرض وإنما يكون عليها ثياب حائلة وهكذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم مما يوضع على الأرض القدمان ومن ذلك إذا كان الإنسان قد لبس خفين أو جوربين فإنه حينئذ يمسع على الخفين وعند الصلاة لا ينزع الخفين والجوربين فدل هذا على أن وضع الحائل بين عضو السجود وبين الأرض ليس مما يبطل السجود نعم جزاك الله خير يا شيخ سعادة ولا يبطل الصلاة نعم بارك الله فيكم بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك وأسأل الله جل وعلا للمشاهدين الكرام توفيقا وصلاحا وسعادة وبسطا في الرزق واجتماعا للكلمة كما سأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يجعلهم من الهدات المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد أيها الإخوة والأخوات إلى هنا وناتي إلى اختام هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم مع علي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء نسأل الله العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين حسنات وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء نمقبلنا استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة